ليش التباعد الاجتماعي مهم أو أنك أنت بظل في بيتك إذا ما عندك أي داعي ضروري أنك أنت تطلع من بيتك إشي كثير ضروري للحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا اللي بدي أحكي لك هي أنه هذا الفيروس سرعة انتشاره مقارنة بكثير أمراض هي سرعة انتشار كبيرة أي نعم فيه أمراض تاني سرعة انتشارها أكبر لكن فيه إلها علاج أو لقاح أو whatever اللي بدي أحكي لك هي اليوم أنه هذا الفيروس سرعة انتقاله للمرة الأولى هي 2.5 وكمان بنتقل بشكل أو بتم انتشاره على شكل أسي شو يعني هذا حكي؟ يعني أول شخص مصاب في المدة أول خمس أيام هو قادر على أنه يعدي 2.5 شخص اللي هم بعد ثلاثين يوم هذول 2.5 في كل خمس أيام كل واحد مصاب بقدر أنه يعدي 2.5 شخص واللي بوصل بعد ثلاثين يوم لأربعمية وستة شخص مصاب بهذا الفيروس يعني سرعة انتقال هائلة تخيل هذول الأربعمية وستة بعد خمس أيام كم رح يصيروا بعد شهر كم رح يصيروا فسرعة انتشار هذا المرض كبيرة وعدم وجود لقاح وعدم وجود علاج لهذا الفيروس هو اللي مخليه كثير خطير لأنه في حالات متقدمة وعلى أعمار معينة وعلى حالات صحية معينة هو يؤدي إلى الوفا وبسبب الانتشار الكبير كثير اللي قاعدين نشهده فالمنظومة الصحية في أكثر من دولة عم تنهار مش لأنه ما عندهم قدرة على العلاج أو الاهتمام بالمرضى أو ما عندهم مستشفيات لكن لأنه قدرة الاحتمالية لهاي الدول للمنظمات أو خلينا أحكي للمنظومة الصحية الموجودة في هذه الدول وفي كثير غيرها في كل الدول أكيد ما عندها قدرة على استيعاب كل العدد الهائل اللي عم بنتشر في الفيروس زي إيطاليا مثلا لما أنت تسمع هيك في يوم وليلة 1500 حالة أو 2000 حالة في يوم واحد زيادة ووصل العدد عندهم لعدد هائل وعم بيحتلوا المركز الثاني بعد الصين أو عم بيحتلوا المركز الأول قبل الصين وتأفر هلأ ترتيبها لكن اللي عم بتشوفوا أنه انهيار منظومات صحية بشكل كامل وانتقال كوادر طبية من دول لدول عشان تقدر أنها تساعد في حل هائل اللي أبدأ أحكي لك إياه أنه في حالة عدم التباعد هذا السيناريو احتماله كير كبير دولتك كلها في فترة صغيرة كير كبير احتمال المنظومات الصحية تتحمل هذه الأعداد كثير صغير فيا سيدي في حالة أنه صار عندنا تباعد أو سوشال دستانسنج بنسبة 50% فأنت قاعد تحكي أنه بدل ما الشخص المصاب يعدي 2.5 خلال 5 أياف ورح يعدي 1.25 واحد وخمس وعشرين في المية واللي بعد شهر بدل ما كانت في حالة عدم التباعد 400 وشوي حالة رح يطلع معانا زي ما حكينا قبل شوي اليوم بصير يطلع معانا فقط 15 حالة بعد 30 يوم فتخيل أنت بنسبة 50% تباعد قديش نسبة التقليل من الإصابة في هذا الفيروس إذا صار عندنا تباعد بنسبة 100% واللي هي حالة الحظر الكامل للتجول خلينا نحكي أو حالة عدم التواصل الجسدي أو الاقتراب من بعض بنسبة 100% للمدة المطلوبة فأنت فعليا توصل لزيرو نسبة إصابة واللي هو أكيد احتمال يمكن مستحيل أو ضئيل لكن إن شاء الله أنه نقدر نحصل لهذا الموضوع طب في حالة تباعد 75% فالشخص المصاد الواحد عنده قدرة أنه يعدي فقط بعد 5 أيام 2.6 يعني 6 بال10 شخص واللي هو بعد 30 يوم قدرة انتشار العدوى بس رح تكون 2.5 شخص واللي هم أكيد لو كنا مسيطرين بهذا العدد أو حتى بالنسبة 50% 3.6 فالقدرة على السيطرة وإعطاء الرعاية الصحية واحتمال المنظومة الصحية والطبية في البلد لهذا العدد 4.6 أكيد تفوق قدرة هذا العدد على إنها تسيطر على المنظومة الصحية 5.6 بالعكس المنظومة الصحية هي اللي راح تسيطر على هذا العدد 5.6 وفي حال إعطاءهم هاي الرعاية الصحية أول إشي نضمن طبعا بعد ما شيئت ربنا 6.7 علاج هدول الأفراد أو إنهم هم يتعافوا من هذا الفيروس 6.7 علاج هدولة أول إشي نضمن شيء ثاني إنه ما راح ينشروا هذا المرض لغيرهم بحجرهم لمدة أسبوعين 7.7 علاج هدولة أولا ثلاث أسابيع مع الرعاية الصحية المطلوبة بعد انتقالوا من المنزل 8.8 علاج هدولة أولا الحجر في المنزل لمدة أسبوعين 9.8 علاج هدولة أولا حيث أنت تسيطرت وساهمت في أنك أنت تحل معضلة ممكن أنها تسبب كارثة بشرية إذا ما تم السيطرة عليها 9.8 علاج هدولة أولا حيث أن الخوف ليس يكون هلع وليس يكون موجود حذر وقلق من عدم الوعي وعدم السيطرة على هذا الفيروس 10.8 علاج هدولة أولا حيث أنه تساهم ولو في توعية شخص واحد في كل مكان شخص واحد أنت تستطيع أن تحل معضلة كبيرة لغاية ما يلاقوا علاج ولقاح لهذا المرض 11.8 علاج ونلاقي هذا اللقاح بتمنى الكل يظل بسلامة وخير وتلتزموا في بيوتكم وخليكم في البيت وإذا عندكم شغل فإريد تغلوه من البيت 11.8 علاج شكرا لكم بشكم فيديو جديد